وانت تتجول بين ازقة القصبات العريقة بالعاصمة تصادفك هذه الرسومات التي زينت جدرانها رسومات لشهدائنا الابرار من بينهم بوعلام رحال احد شهداء المقصر الذي خص بهذه اللوحة الفنية هذه فكرة عن الناس بلد حوما كما نقوله احنا بناء الحي انا مريحين بوك وابا نبافر بيان لماذا ما تزوق على ما تسجمش اكيد خرج من الضارة لا تشوف حاجة مليحة تشوف حاجة نغية وهنا القصباتية تريب 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 الان نريحا هنا ما لا نشوف تقارب البهار لان نريحه لان نريح هنا تريب الان نقعد هنا نرى شيء شباب ومنها الناس تعلم كين نعرفه انا لم اعرفهم ليس كبار مانعرفهم انا بوعلامرحال لا كان شيبالي هؤلاء مرحل هؤلاء مرحل هذه مرحل معدسة عنده معنى هذا عنده معنى هذا استميصاج للجليا وطالع كان بزاف شيوخة كانوا يسكنوا هنا في القصبة ويجوا يقول لك شكون هذا حتى نقول له فلان واسمه هذا أبا بورحلاء وكذا رحال بوعلام رحال كذا منا كيفاش درحولوا الاستعمار تمال الإدنتيتي تأهل واسمه لكسيد نيسون ستاعه واندو وقال كالكوم وديم واندوها زادوا له باش يقدروا يجوزوا له لقيوتين إبداع ترك كل مار من هنا يأخذ صورا تذكارية خاصة وان القصبة محل اهتمام العديد من السياح رسومات لشهداء قدموا النفس والنفس من أجل الوطن أبدع شباب في التعريف بهم على جدران القصبة في انتظار أن تعمم مثل هكذا مبادرات ترجمة نانسي قنقر